أكد خبر أم ليونة ضرورة عدد من المصارف بشكل كبير لتعرضها إلى الحرمان من التعامل بالدولار ومعانتها من انعكاس العقوبات الأمريكية الخبراء أوضحوا أن القطاع المصرفي واجه أزمات وتحديات عديدة تمثلت في التذبذب المفاجئ بأسعار الدينار واستمرار هذه العقوبات وأكدين لوجوء حكومة السودان لإجراءات وضوابط جديدة لتنظيم وتمويل التجارة الخارجية باتجاهات تجعل القطاع منظما وفقا للمعايير المصرفية والدولية